اختلفت العادات الغذائية ونمط الحياة كثيرا عن أسلافنا فاليوم نلجأ للوجبات الصغيرة أو لسناك كثيرا نزور الطبيبة فور شعورنا بأي أعياء أو تعب نعتمد على الأدوية كثيرا ونمضي ساعات على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأمور التي كان أجدادنا بغنى عنها ولكن ما الذي كان يميز نمط حياتهم وما الذي كان يجعلهم يتمتعون بصحة أفضل على سبيل المثال يدخل الجسم يوميا أربعة ألاف حريرة ونجلس على الكمبيوتر أغلب الأوقات فلا نقوم ببذل أي جهد أما في القديم فكان أجدادنا يبذلون مجهودا عضليا سواء في المزرعة أو في الحقلة كما أن الاعتماد على الأغذية المصنعة اليوم يسيء للجهاز الهضمي والجسم عامة على عكس الأطعمة الطبيعية التي كان أجدادنا يعتمدون عليها تبين بحسب تقرير نشر مؤخرا أن هناك سبع حقائق جعلتهم يتمتعون بصحة أفضل أولا أجدادنا كانوا يتناولون الطعام مرة واحدة في اليوم الأمر الذي تبين أنه يخفض من خطر الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب ثانيا أجدادنا كانوا يركزون على الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة والتي من شأنها أن تنشط المخ وتعزز من أدائه ووظائفه وبالتالي تقوي الحواس والإدراك والذاكرة ثالثا تناول وجبة الطعام قبل الغروب والخلود للنوم مبكرا يكتم الشعور بالجوع ويساعد على نوم هادئ وعميق رابعا الاعتماد على الأطعمة النيئة غير المطهوة خاصة الخضار والفواكه وعدم وجود الأطعمة المصنعة سابقا كان يحسن من صحة الجسم العامة خامسا الاعتماد على الأنظمات الصحية والأغذية الطبيعية وعدم استعمال مستحضرات التجميل كان يؤخر من مظاهر الشيخوخة لدى أجدادنا سادسا ضغوط الحياة اليومية حاليا لم تكن موجودة سابقا الأمر الذي يزيد من التوتر والضغط النفسي والتي تؤثر سلبا على صحة الإنسان في يومنا هذا وأخيرا قديما كان الاعتماد على الأعشاب الطبيعية والمواد غير المصنعة للعلاج ولم تكن تتوافر الأدوية التي نلجأ لها اليوم كثيرا ترجمة نانسي قنقر